اشتركوا في القناة اعمال تؤدي الى نتيجة منيحة للناس يعني هو لازم لما كان في دقيقة ينعمل هالنشاط الكبير بالجامعة اللي جمعنا فيه ازا بديك نخبط الناس يعني الناشطين فكريا والناشطين عمليا والجامعة واللاينز كلاب بجبال وبالكاسليك عملنا نشاط كتير كبير يعني وكان في مجموعة كبيرة من الخبراء كلهم بالاخير اجمعوا انه نحن ما في حدا يشلحنا حقنا وهذا اهم من اذا موجود المصاري او مش موجود ما في غطاء انوني اليوم للناس تتشلح حقوقه لو شو ما صار على ارض الواقع ما في غطاء انوني لاش الحكي حويك لا بخطة صندوقنا الدولي ولا بخطة الحكومة ولا بكل شي شفنان باربع سنين من يعني السياسات لا ترقى باي شكل من الاشكال لنقول انها تتبع للانون وبشكل خاص لانون نقدو التسليف اللي هو بيرعى عملية ادارة وخزن المال والتصرف بالمال في لبنان لبنان عنده تاريخ كتير كبير من العمل الجيد والصمعة الطيبة في ادارة الاموال وبتعرف انت العمل المصري في بزايد هو عمل عنصر الاساسي في مش الرخام الموجود بالفرع ولا سيارات اعضاء مجلس ادارة العمل الاساسي هو السقة نعم يا بدك تحافظي على السقة بتحافظي على الدور انه تتكرر عندك لبنان مرأ بحرب وقع في بنوكة بس ما وقع على الخطاء ضل الخطاء مثل الوردة يصار هلأ يعني غير مسبوء صراحة وما بيستاهل لبنان بعد تراكمات اكتر من 80 سنة من العمل المصري فيه انه يصير فيه هال اذا بديك هالأزمة وما تبعها من سياسات وهذا الأخطر الأزمة بتصير بكل بلدين العالم بيصير أزمات بس السياسات لحل الأزمة او للتعامل معها او لإدارتها ما كانت أبداً عمستوى التاريخ المالي للبلد نعم مع أنه لكل أصحاب اختصاص لكل الخبراء والكل عندهم الكافاءة العالية ليه عم بيكون هيدا التصرف في هيدا الشكل ليه عم بيكون هالسياسات الموضوع او هالخطط ما عم بتودي لنتائج مفيدة للمودعين ما ذلك نحن بعد موضوع ما فتنا لمرحلة أنه يكون في عنا إطار قانوني كافي لحل هالمشكلة الكبيرة بعدنا شيء منسميه بالدرجة تخبيص برا الصحن بعدنا بهالمرحلة يعني بالقانون بدا نحصل حقنا نحن بعدنا بالقانون أنت عندك قوانين كتير قوية بتحمحوا كل الناس ويعني وحرام على اللي راحت عليه باع مصريات وبتشكات نعم أو باعهم بخصم أو بأي أو بها التدويب اللي صار على مدى ثلاث سنين ونص من خلال التعميم تدويب قيمة الوداء أول أهم اللي ما حدا بيحكي عنه أنه أنت كان عندك حوال الخمسين مليار دولار هو كانوا وضيع بالليرة أهم هو راحوا نعم هو راحوا نهائيا هو لا يمكن استردادوا لأنه يعني كيف تم تدويبهم أه بوين وين انصرفوا يرا واضح متل ما تدوبت مع عشاتنا متل ما تدوب كل شيء نزلت القيمة الصرف قيمة سعر الصرف نزلت عرفته بس المقابل كمان كان عنديك فوق المئة مليار هني وضيع بالدولار كمان تم تدويب جزء منهم بالتعميم وبالشيكات ما فيه عندي كان صار سوق كبير اسمه سوق الشيكات بثمانية بالمية من قيمته بعشرة بالمية وبعشرين بالمية بتتذكري نعم ما المودع بيصير خايف بيقول بيحصل شوي من حقه يعني جزء من حقه قامت المودع بيوقف خوف واتحس فيه اطار تشريعي وراءه ثابت نعم قوي رح يصير فيه بده يصير لانه انت لو شو ما عملته باي خطة من الخطط ما فيه اطار قانوني ما فيه قانون بيقدر يمرق على مجلس نواب بيقدر يشرع تعامل مودع غير مودع تاني واي دا اليوم اللي صار نحنا ما تنسي في ناس صحبة مصرية صحيح بالوقت اللي كان لبنوكي مسكرة ممنوع حدا يسحب مصرياته وضلت هالعملية عمده ثلاث سنين ونص تهريب الوداية معناته في اطار حوكة ناس بسمنة ناس بزيت في اطار حوكة ما ما كان راكبه وهيدا بحد زيته اذا بديك سند قوي لانه نحنا ما نروح لمطرح نخاف فيه بالمعنى التشريعي القانوني على ودعينا باستثناء الناس للأسف تحت ضغط الظروف وتحت الفوضى اللي عشناها ثلاث سنين ونص هالمال تم تدويبه وانا بحب استعمل تعبير تدويب تدويب المال يعني احنا طبعا عملنا اللي علينا هاكي الكتار حسوا انه تبخر يعني ما بقى في منوشي صحيح انديك ستين مليار دولار انت كنت بالمئة وثمانين تخيلي ملا عملية جراحية قاسية هالقد صارت بهت على سروات اللبنانيين وطعب عمرهم وجنع عمرهم بلبنان وبرى لبنان وعلى الاجانب اللي وسقوا بلبنان وحطوا مصرياتهم هون يعني صار فيه اذا بدك اطار يعني سموه الخبراء بالبونزي سكيم يعني مخطط بونزي بتراكم ودايع من خلال الفويد واعادة تجديد الودايع بالفايدة لدرجة البلد ما بيحمله اذا بدك اشطنا كلنا سوا للأسف يعني هلأ نحنا لازم نقوله نشدد عليه انه بالنهاية من خلال هاللقاء وهالحركة وهالإضاءة على هالمواضيع كلها دكتور بير خوري قديش بدنا نكمل على نفس الوتيرة ونكون دايما عم نطالب بهذا الحق ومتل ما ذكرت بالتشريع وبالقانون اكتار من الأشخاص بيقدروا يرجعوا يسترجعوا أموالهم اللي كانوا معتمدين عليها بتقاعدهم ستزهور كل واحد بدو يعمل دوره مجتمع اليوم منطقة بأزمة كبيرة صحيح وبحريقة منطقة بحريقة كبيرة بس نحنا ما لازم ننسى لنقدر نصمد بها الحريقة بدنا نصمد مثل ما صمدنا بالحرب كيف صمدنا بالحرب كالسرواتنا كانت بعدها بين إيدينا ناس تهجرت انتقلت من منطقة لمنطقة بس ضل عندها أكساعة مصرياتها نحنا أجزق اليوم من معركة صمودنا بوجي الحريق الكبير اللي ماشي فيه المنطقة هو أنه نحفظ كرامتنا المادية نرجع نقدر نستعيد أموالنا لنقدر كيف علموا أولاده الناس بالحرب كيف بعطوهم ببرا لبنان كله من هال من هالودي من أمان المال نعم شيء اسمه أمان المال كان فيه أمان المال سمح لنا بأنه نعمل هالشي اليوم أكبر خطر على لبنان أنه اللبنانين مكشفين تجاه الأزمات والأزمات عم تكبر والحريق كتير كبير هالمرة لقدروا هدا أشرت له رئيس تجامع بالمخدمي قال نحنا اليوم عنا قلقين عنا قلق هو ما يحصل في غزة وإلى آخر وعنا قلق تاني أنه نحنا عنا موضوع وديع الناس لأنه أنت صد أنه المناعة تجاهل عم يحصل حوليك تقدر تصمدي مع الظروف هو أنه أنت ما يكون حدا من شلحك جايبتك نعم تبهي اليوم هاي مناسب اللي نرجع نأكد مش لحد يقلنا أنه لا ولو كل اللي عم بيصير هلأ مفاضين إلا لا هاي مناسبة اللي أنا رجع نأكد أنه استعادة حقوق الناس هي قدرت لبنان على الصمود باللي قادم واللي كيف ما اتطلعت حوليك اللي بيقولولي كل الخادم كتير صعب يعني ديما كنا عم نتبشر بالأسوأ يعني كل ما خبرونا شي بعد أسوأ مش بشارة عفوا بدنا نتبشر بالأفضل بالأحسن بس كنت الأخبار سيئة ومن سيئ إلى أسوأ للأسف نحن وصلنا لهذه المرحلة وبعدنا مهددين بالحرب اليوم يعني نحن بحالة كمينة فيها من الاتراب والتوتر والخوف والقلق وقديش منقدر نحمل بعد لنواصل هذا الصمود وهذه المقاومة اللي بدأت هذا موضوع كبير يعني حنضل بالمؤتمر بس بدي إليك شغلة وحدة اللي بناني عندهم منحنة تعلم وكتر خير الله لورنين كورف تابعونهم كتير قوي لأنه نحن بلد الأزمات نحن عنا يمكن قدرة نصمد أكتر من غيرنا لأنه عنا منحنة تعلم بس لقد لا يكون هيدا المنحنة التعلم كيفي إذا ما معناموني هيدا هو يعني فيك تحطي أبطال ما هيدا الثقة والأمان فيك تحطي أبطال بس إذا ما فيك تغذيهم يعني هاي القصة الأساسية نحنا كان عنا بصراحة منفتخر يعني جبنا مجموعة كبار من الخبرة يعني كان عنا المتحدث الرئيسي دكتور مونير راشد اللي هو يعني كان كبير اقتصاديين بسندوقنا الدولة واستاذ بالجامعة الأمريكية ببيروت ورئيس الجامعية الاقتصادية اللبنانية وكان عنا الاستاذ ريشار أبو جود اللي هو مهندس أيضا شاغل بشركات الفوتشن فايب هندرد وبنفس الوقت هو ناشط أساسي في سبيل الوضايا الاستاذ ريشار فرعون اللي هو من أكبر كان متعهدين بالمجال الفني ومجال السياحي والآخر واللي للأسف راحوا مصرياته نعم واحدة جزء من سروة لبنان هي هالتعهدات راحوا مصرياته اللي هو أيضا ناشط كبير في مجال استعادة الوضايا الدكتور محمد أبو الحسان اللي هو أيضا قيادي مصرفي شاب وعنده أبحاثه خاصة بالقطع المصرفي وبحوكمة المصارف وهالأشياء كان معنا الأستاذ سامر بستاني اللي هو أيضا خبير دولي بمجال مكافحة الجريمة المنظمة وبيض الأموال إلى آخره وطبعا كان هالشي متشرف كتير بحضور معه للوزير عصام شرف الدين اللي هو كمان رئيس لجنة موديعين وعم بناضل في سبيل الموديعين وكنا عاملينه مع يعني نوايد اللاينز بالمنطقة بجبيل وبالكسليك والحاكم قابل راعي بالآخر عطى ملاحظات ختمية بآخر المؤتمر قيمة جدا اللي عم جارب اللي كي أنا أنه هال يعني قدش بدأ تطوي للمؤتمرات التركيبة التركيبة هاي من الخبراء تنوع تنوع أراء إلى آخر بصفتنا صرح جامعي نحنا مش حزب سياسي نحنا صرح جامع شغلنا نأمن بلاتفورم للناس تعطي أراء قيمة واللي هيدا بالآخر نحنا رح يصدر عنا وسيئة عنها جامعة يفترض أنه نقدر نوزعها على كل أهل الشأن المؤسرين لا لبيب تكون ترفعوا يعني أكتر الجهة المانية يعني أكيد اللي جان النيابية يعني لموه بالنهية اللي جان اللي جان النيابية فيها كل أحزاب بلد يعني بس نحنا اليوم بحالة فراغ بلدنا شبه واقف ما عم نعمل شي شو؟ ما عم نعمل شي ولا عم نعمل لورا يعني ما عم نعمل شي كانوا مع لورا كانوا نحنا لورا لأنه الدنيا ماشي دايما صحيح يعني يعني ماكحة شو بدي لك ماكحة قدي هيك أنواع مؤتمرية لازم هيك وهيك وثائق صوري أنا مش بموقع بس مين بدو مين بدو يعمل فيها مش بموقع أني زيدة حدا بس أنا بقليك بنسبة جامعاتي مركز لإنتاج الفكري وين مرتكتي بالعامل نعم وهذا دورنا غير أنه نعلم ولادنا ونفتح لهم أفاخ للمستقبل دورنا نحنا نعمل أبحاث وننتج فكر الجامعة ما بتقدر تنتج فكر ما عم تعمل رسالتها بالآخر وبعد هذا اللي جربنا نقوله نحنا بهالظرف الكتير سيئ أنه نحنا محافظين على رسالتنا بإنتاج الفكر اللي هو جزء أساسي يبرر ليش في جامعة موجودة نحنا ولا غيرنا نعرف في جامعات قدمت كتير للبنان وبعدها عم بتقدم يعني في صروح جامعية قدمت كتير للبنان بعضها من الناحية الفكرية ومن ناحية إنتاج الكفاءات ومن ناحية أنه خلت هالبلد دايما يقدر يطلع لبرة ويرجع يرد لبلده وهيدي شغلي إذا بدك بأزمة كورونا وما بعدها بجريمة المرفق بكذا أثبتوا اللبنانية أنه هني بردوا لبلدهم أثبتوا اللبنانية عبر العالم أنه هني بردوا لبلدهم جزء كبير منهم اللي عم بحكيكي عنه عبر التاريخ كان عم برد لبلده شوي تبخر نعم تبخر اللي ردوا لبلده غير قصة اللي ساعد أهله اللي يستثمروا فيها في لبنان لغمية سبب وسبب بلحظة تبخرت نحنا قلنا هاي الأموال ما بتتبخر مهم يعني نتأمل خير ونفكر بها الإيجابية اللي عم بتترحها اليوم دكتور بير خولي بإيماننا ما فينا إلا نتأمل خير نعم بالواقع القانوني كله خير لقلنا بالممارسات نحنا عنا مشكلة باللي عم سألنا واضح نحنا الناس مؤمنين يعني هون العبرة بالتنفيذ مؤمنين عنا رسالة ونحنا ناس بنفهم شو في حولينا ليش بلدنا عشو مؤسس عاي قاعدة قانونية مؤسس وبس نحنا كمان مش عميان شايفين انه في فوضى كبيرة بالعلاقة بالقانون بما يتم حاليا من ممارسات نحنا منتأمل نروح لمطرة ممكن تترتب هالفوضى برأيك بالآخر ما في أزمة ما بتخلص نعم ما في أزمة ما بتخلص كمانا كيف بتخلص الأزمة مزبوط من شين هيك نحنا ضروري نضوي على كيف لازم تخلص وكيف لازم حوق الناس هذا إذا بديك دورنا كجامعة نحنا نحنا مش مؤسس في من يصغي في من يسمع في من يطبي نازم أكيد لأنه البلد كله خيرات وكله كفاءات انتبهي كله ناس خير البلد ودايما مثل ما نحنا منقول تفاحة تنزع سحارة نحنا بدنا نقول لا هالسحارة فيها مناعة والمناعة بتبلش بالإيمان والفكر اليوم زي ما نفكر بتصحيح من أخطاء سبقت وساريت اليوم هل من السهولة تتصحح لا لا ما في شي ما في شي هين ما في شي هين بس أنا برجع بالك نحنا شعب جبار نعم ونحنا عنا منحنة تعلمه كتير قوي نعم يعني إذا بدك عنا عضلات عنا عضلات اجتماعية وعنا إرادي بالمجتمع سيدات ورجال أثبتناها عبر الزمن أنه نحنا صعب ننكسر نعم يعني من هيك هذه الأفاق الأفاق يعني لمستقبل مبشر بالخير أنا قلت لك بيبشرون اليوم بدي هيك نتبشر بالخير هلأ أجت لبشارة نتبشر بالخير هلأ أجت لبشارة نتبشر بالخير شوفي لأقليك نحنا مجبورين دايما نكون إيجابيا لأنه ومتبشرين بالخير ومقتنعين دايما بفكرة كلمتين بسيطين اسمهم بكرة أحلى دايما لو شو ما صار نحنا مقتنعين كل واحد كيف بيصلي حر بس بدنا نقتنع كلنا أنه بكرة أحلى بس تيكون بكرة أحلى بدنا نشتغل بدنا نشتغل بدنا نقدم كل واحد بمطرحه بالإعلام بالتعليم بالمجتمع الاقتصادي عرفتي بالجمعيات بدنا بالقرى بيوان ما كنا بكل المؤسسات اللي نحنا موجودين فيها بدنا نشتغل من شان هيدا البكرة الأحلى بعتد هايدي إذا بديك أحسن رسالة بنكون عم نوفي حقنا مع ربنا ومع مع مجتمعنا إن شاء الله نقدر نوصل لهيدا المرحلة أكيد اليوم بدنا نوعى على مسؤوليتنا لأنه الإنسان إذا ما حس حاله مسؤوله معنى ما بيتحرك وما بيتصرف فيه بقى محله وبيرجع لوراه دايما في نخبة ستنا دايما بكل مجتمع في نخبة والنخبة هي اللي بتقودنا للأحسن رغم كل الأسود اللي بتشفيح وليك نخبة المجتمعات هي مثل ما إحنا هلا عد شارتي مثل تلميذ المسيح كانوا لحالهم عملوا أمي وإذا رحتي بكل مجتمع وكل دين في شي بيشبه هالشي دايما في نخبة بتقرب لقدام نعم اليوم عم نعيني من التطرف دكتور عم نعيني من هيد من هيد الأزمة الكبيرة اللي عم بتدمر مجتمعات مش عم تبني إنسان أو مجتمعات صح بوضع التطرف وين الفكر وين النخب بدت ضل تشتغل هيدا هو بكرة أحلب يعني قد ما كان الزرف اللي حوليك صعب بدك ضلي تشتغلي لأنه صح أنه سحارة أنه تفاحة تفسد صحارة بس كمان تفاحة صالحة ممكن تعمر بلدين نعم هيدا المؤتمر تم رح يكون فيه مؤتمرات تلاحقة يعني تتبع أكيد بس بمجالات مختلفة لأنه بناء المجتمع ما بيصير دورك ببناء المجتمع ما بيصير بإطار واحد نعم نحن عملنا هالشي هالحد هالحد أس بأت أد وعننا كتير إشي ببلدنا بأت أد بداني آشغ مي بدان ناس عندن شي قدمو بفكر بأبحاث بدور بالمجتمع لبلدون ونحن هالجامعات شغلتنا نستقطب هال هال السمع تلك عمل النخبة في سبيل المستقبل نعم اليوم كيف بتشوف طلاب الجامعيين دكتور هلأ نحن أحمد الله قطعنا المرحلة الصعبة هاي وقت اللي يعني 2020 2021 باتت كانت مرحلة صعبة جدا أولا كان في يأس عام عند المجتمع وعند الطلاب تانيا النموذج التعليم عن بعد كان بعد جديد ما في منحن تعلم كما بقلك وكان في نقاط فشل كبيرة اليوم لما رجع الإطار الطالب مطرح ما لازم يكون بالمدرسة وبالجامعة رجع يوع أنه هو عامل غير سلبي في مجتمعه الأونلاين حوله لإنسان كتير سلبي للأسف رجع يندمج أكتر بمجتمعه وباستعداده لتحصيل العلم وبتجربته الاجتماعية من خلال بالصرح المدرسي أو الجامعي يلي هو موجود فيه الله يقطعنا هالظرف اللي نحنا موجودين فيه هلأ ظرف المنطقة وبأعتقد نحنا تقريبا وصلنا لقعر الأزمية يعني لازم نهلأ وبالرائح نطلع نبلش نطلع الله يصنع من لك دكتور بير خوري بإذن الله ومنتمني لكم كل التوفيق ومنشفت على حضورك معنا اليوم ولجامعتكم كل الازدهار شكرا كعمية كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية لتكنولوجيا يعطيكم ألف عافية ودايما به الهم معوضين عليكم دايما بنشاطات دايما جديدة مبتكرة وعلى الاتكال على الفكر متل ما ذكرت يعني تنقدر نبس هذا الواعي وينهض المجتمع شكرا من جديد لحضورك جهلا فيك شكرا جهلا